وكذا محافظ صلاح الدين عمار الجبر أن الاجتماع يمثل النتيجة الأولى لاجتماع المحافظات الستة في صلاح الدين الأسبوع الماضي مبينا أن الغرض من اللقاءات هو تحقيق الاستقرار ودعم عمل الحكومات المحلية أحد مقررات الاجتماع اللي حصل في صلاح الدين الأسبوع الماضي المحافظات الستة اللي محررة من الارهاب أو قسم المحافظات جزء منها وكانت توصيات أنه إحنا الأمن أولا فأول خطوة بادرنا بها كمحافظين أنه نسقنا أن يكون اجتماع مع القيادات الأمنية العليا وصار الاستجابة سريعة جدا من السيد ريس الكان الجيش وسيد ناب قائد عمليات المشتركة وتم التباحث بالأمور وهناك رؤى مشتركة في كثير من الأمور إن شاء الله سيكون هناك إجراءات في هذه الملفات تحسن الأمن وتدعم الحكومة المحلية والحكومة المحلية أيضا بإمكانياتها تدعم الجيش والشرطة من أجل الاستقرار